سلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وكل عام وأنتم بخير كانت في عطليك لعيد الأضحى ومعملش فيديوهات صح فعليا الفترة القادمة فيش عندي مثلا أجهزة كثير أحاعمل عنها أو تغطي كبير أعمل عنها للأسف أو ممكن نعمل محتوى إذا بتقترف علينا مثلا محتوى يكون عام زي مثلا اللي هي مقارنات بين المعالجات مقارنة مثلا شو أشتري الفيديوهات اللي متعودين أنا سويها بدون أجهزة لأنهم ما في أجهزة للأسف قادمة الله علمتها لكن يعني الله يسر وبرضه في نفس الوقت قلت بتمنى والله أدخل هيك بقوة أنه خلص العيد وخلصت الحرب للأسف ما خلصت للأسف مش ناويين يتركوهم بحالم يعني مش ناويين يتركوا أهل فلسطين إلا لا يعني يقتلوا أكبر عدد منهم الله المستعن أنا بقول يعني لا نوقف إحنا دعاء ولا نوقف حتى دعم بكل أنواع الدعم اللي بنقدر ندعمه احضروا فيديوهاتهم الناس اللي عايشين بغزة والله بمدونا بطاقة عجيبة كان بنات أولاد نساء رجال في وحدي بيتها مدمر على الكامل كل يوم تطلع بفكرة جديدة تزرع قارورة تحط فيها زرع أو ورد تعمل كيكة من ولا إشي معرفش من ما يجيب المواد هاي تعمل قهوة تلعيد تحط سجادة وبيتها مكسر ومدمر ومع ذلك في عندهم الإحساس أنه بنا نعيش غصبا عنهم غصبا عن اليهود الله مستعان الله يهدي بالهم الله ينصرهم الله يفرج هم كل المسلمين في السودان أخبار يعني ما فيه تغطيك ما فيه تغطية زي تغطي فلسطين واضح أنا نفسي ما بعرفش يعني فيه كم شخص شرح ليشو بالسودان بس ما استوعبت يعني ايش اللي بصير أنا فكرت فيه فريق خارج السودان هو اللي بقتل في السودانيين والجيش السوداني بدافع عن السودان بس طلع الفريقين السودانيين فأنا مش فاهم أنا أتمنى أن الحرب توقف لأنه الناس اللي بتموت هذول الأبرياء الناس اللي لي ما حدا سائل فيهم مموتوا يهجروا يقتلوا يذبحوا ولا حدا سائل عنهم فأنا ما بعرف شو بصير بالسودان لكن أتمنى من الله أن يخفف عنهم ويوقف هاي الحرب اللهم مستعان وأخيرا سامسونج بدأ تحط كلمة أولترا مش على التليفون على الساعة في تسريبات عن ساعة اللي هي السامسونج الجالكسي واتش 7 وفيه الجالكسي واتش 7 أولترا وأنا بصراحة اللي عجبني واهتميتي كثير وممكن أفكر أجيبها في المستقبل إن شاء الله اللي هي الأولترا لأن الشكلها غير وهي مش مقلدة حدا في هذا المجال برأيي يعني إذا الصورة صحيحة والشكل فخامه وواضح أنها هتكون منافسة للواتش أولترا 2 تبعت أبل حيكون لعنا ثلاث ساعات 40 مليمتر 44 مليمتر 47 مليمتر 47 للأولترا الجسم حيكون من تايتينيوم وفيه ألوان رمادي بيج وممكن كمان فضي حيكون عند هاي الساعة معيار الـ 10ATM هذا المعيار يعطى لأي شيء بقدر يتحمل يكون في عمق 100 متر وطبعا عندها الـ IP68 وعندها معيار الـ MILSTD 810H معيار تبع الجيش للقوة والصلابة والتحمل حيكون عليها معالج مبني بمعملية 30 نانو متر على أغلب من سامسون سطوع الشاشة حيكون 3000 نتس وطبعا حيكون عندها اتصال الـ LTE حيكون فيه تغيير بالدزاين الشكل كله بصراحة غير وفيه كمان زر زر برتقالي إما حيكون هذا الزر بسموه الزر التاجي اللي بيلف أو ممكن بس زر للكبس لسه ما بنعرفه ولكن أنا شخصيا بشوف انه عنا شيء جميل قادم من ساعات سامسونج أول مرة بسمع عن هاتف من أوبو عنده قدرة لمقاومة الصدمات للأسف هذا الهاتف موجه فقط حاليا للسوق الهندي هل هيوصلنا ما بعرف ولكن اسمعوا المواصفات نسينا نحكي اسمه أوبو F27 برو بلس أول شيء عنده معيار IP69 أعلى معيار لمقاومة الماء والغبار وما إلى ذلك كمان عنده معيار MILSTD 810H مقاوم للصدمات للشخطات كل الكسر نوعا ما وعنده حماية كورنينجوريلا جلاس فيكتوس 2 للشاشة والشاشة OLED 6.7 إنش بتردد 120 هرتز وعنده كامرة أساسية 64 ميجابيكسل بفتحة F1.7 وعنده معالج الديمين ستي 7050 أندرويد 14 وبطارية 5000 1000 ميلي أمبير مع الشحن سريع 67 واط كم بتتوقعوا سعره عشان ما تتوقعوا كثير يبدأ السعر 335 دولار في الهند رسميا Honor تطلق هاتفها المرتقب Honor Magic V Flip هذا الخيار أنا بصراحة كنت بستنى فيه لأنه تميزه بالفولدبل وانا عملت الريفيو عن Magic V Fold متميز جدا ولكن برضو بدهم يعطونا تجربة لالفليب تكون متميزة وأعتقد التميز بيكون بالدزاين وبالسوفتوير نحكي عن الشاشة الخارجية اللي هي يمكن بتميز الجهاز أكثر إشي 4 إنش OLED LTPO وتردد 120 هرتز يمكن هاي أعلى مواصفات شاشة خارجية بأي هاتف Flip بدك تضيف إنه عندها سطوع 1600 نتس أيضا بدك تضيف إنه عندها معامل لخفض الإنارة اللي هو الBWM 2160 هرتز بالعادي هاي المواصفات بتشوفها على الشاشة الرئيسية فظبطوا هم الشاشة الأمامية وشاشة كبيرة وعندها مواصفات كثير حلوة طبعا يمكن اللي حيميز الجهاز أكثر هو السوفتوير تشتغلوا كثير على موضوع AOD اللي هي Always On Display عشان تعطيك ميزات وخيارات كثير تستفيد منها تشتغلوا كثير إنه الأبس تشتغل أو تفتح على هاي الشاشة بأريحية من غير مطمطة وشكل غريب يحاولوا إنه يعطوا معظم الأبس إنها تقدر تفتح على هاي الشاشة تخيل إنك ما تضطر تفتح جهازك كامل عشان تستخدم التطبيقات طبعا لما تفتح الجهاز عندك شاشة 6.8 إنش برضو OLED LTPO 120 هرتز لكن السطوع 3000 نتز وعندك كثير مواصفات كشاشة بصراحة بتخليها متميزة بالألوان لما تتابع محتوى سماكة الجهاز هو مغلق 14.89 بالمئة ملي متر هو مفتوح 7.5 ملي متر أنا عارف إنه مش أنحف إشي في العالم أكيد لكن هذا الجهاز بيسكر بصير مربع صغير بتحطه بجيبتك ما بتحس فيه المعالج اللي رح يشغل هذا الهاتف هو سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول ما بعرف ليش راحوا على هذا المعالج المعالج هذا قديم أنا ما بحك إنه سيء المعالج قوي ونتوا عارفينه أداء وجربته وحكينا عن هذا المعالج جربناه كثير لكن طلع إنه سناب دراجون 8 الجيل الثاني سناب دراجون 8 الجيل الثالث وسناب دراجون 8S الجيل الثالث وهي قريبا جدا سناب دراجون الجيل الرابع ليش راحوا على هذا الجيل القديم أنا مش عارف يمكن على الأغلب عشان يعملوا كستمايزيشن اللي بدهم إياه بأفضل طريقة ممكنة كان برضه بقدر روح على سناب دراجون 8 الجيل الثاني ولكن ما راحوا ويمكن عشان أرخص سعرا لأنه سعر نوعا ما كثير محفز حدث مع سعر بالآخر طبعا فيه كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل حساس سوني IMX 906 حساس يعني نوعا ما جيد 1 على 1.6 ميجا إنش مع OIS فيه كاميرا عريضة 12 ميجا بيكسل فيه كاميرا أمامية 50 ميجا بيكسل معناك تقدر تستخدم الكاميرا الخلفية كاميرا أساسية ولكن فيه كاميرا قوية أمامية البطارية 4800 ميلي أمبير والشحن السريع 66 واط ولكن ينقصه شحن لسلكي نعم بدنا شحن لسلكي على الفلاكشيب زي هيك السعر يمكن هذا لب الموضوع بالصين حيكون سعره بيبدأ 650 دولار شو رايك HTC بعدها موجودة كيف بتطلع تليفونات وأنا استغربت صراحة لأنه أعلنت عن هاتف جديد HTC لـU 24 برو هل هو هاتف مو كويس؟ والله عنده مواصفات يعني خلوة بدأ سمعكوا إياها الشكل فيه فخامة HTC بس ما فيه إش جديد بالشكل أبدا أبدا الشاشة 6.8 إنش أولد بتردد 120 هرتز برضه ما فيه إش جديد أو تميز بهذا الموضوع يعني ما عنا سطوع هيك خرافي غريب عجيب المعارج جيد سناب دراجون 7 الجيل الثالث يعني أنت بتحكي عن هاتف من الفئة المتوسطة فأتمنى يكون سعره كويس ولكن أصبر حيكون عليه أندرويد 14 حيكون عليه معيار الـ IP67 برضه إشي إيجابي وعنده كاميرا أساسية 50 ميجابيكس عليها Optical Image Stabilization برضه لحد الآن إشي كويس فيه كاميرا عرضة 8 ميجابيكسل بدون معارسة الحساس وفيه كاميرا زوم 50 ميجابيكسل بتعمل 2x زوم فيه كاميرا أمامية 50 ميجابيكسل عندها Auto Focus برضه كويس والجهاز سماكته تقريبا 9 ميلي متر ووزنه 198 غرام طب الصاف يا سزار خشت على الزاكي يا سزار فيه بطاريه 4600 ميلي أمبير وشحن سريع مش 66 واط 60 عشان الواحد يتميز وأيضا فيه شحن لسلك 15 واط وعنده مدخل 3.5 طب يا عم بالسعر مش أنا الله السعر السعر بأوروبا هو موجه لأوروبا يبدأ ب564 يورو المشكلة بالسعر لو حكولي 300 دولار بحكي والله هذا إشي منافس يعني HTC أنا عارف الناس هي بتعرف أنه الناس بتحب الاسم بس ما تدخل هيك على السوق أو ترجع على السوق بهيك سعر ما أعتقد أنه ينجح تعتقدوا أنه ينجح احكولي شركة Nothing مع أنها شركة جديدة ما صالهاش يعني معلش سنة سنة ونص عملة Sub Company عملة شركة تحتها سمتها CMF Buy Nothing والهدف من الـ CMF أنها تعمل منتجات حلوة ألوان غريبة عصرية جميلة وأنا باتفق أنهم بعمل هذا الإشي بيكون السعر متميز لكنها أقل من Nothing على كل حال بدهم ينزلوا تلفون جديد اسمه CMF Phone 1 هذا التلفون المفروض يكون سعره رخيص فيه شغلات غريبة أول إشي الديزاين لتسرب شكل التلفون غير مش زي التلفونات العادية عند هذا التلفون دايل إشي بلف ما بعد شو راح يسوي بس موجود فيزيكل على جسم الجهاز فالصراحة أنا استغررت من الشكل أيضا اللون متميز الأميز أنه حيكون في الهند بداية انطلاقه في الهند السعر حيبلش 240 دولار فهذا السعر يعني أعتقد أنه حلو أنا فكرت أنه يعني رح يخفض المعالج يعطونا معالج تعبان ولكن أعطونا دايماين 67300 أبدا مش تعبان معالج عادي فئة متوسطة محترم على كيف كيفك وأعطونا شاحن سريع 33 وأعطونا بطارية 5000 ميلي أمبير والشاشة حتكون 6.67% إنش OLED مش LCD Full HD Plus بتردد 120 هرتز وفي كاميرا أساسية حيكون 50 ميجابيكسر يمكن هنا يكون الكاميرا إشي عادي جدا يعني بالنظر لهيك سعر أنا أعتقد أنه عندهم إشي متميز شكل غريب يعني أنا مش قادر أفهم كيف قدروا هم يدخلوا على سوق معبة تليفونات معبة شركات عندهم مليون تليفون وداخلين وبنافسه ونوحا ما بينجحوا صارت الناس تعرف nothing تحاول تشتري أجهزتها فأنا بصراحة بحييهم على هاي النقطة بهيك سوق المنافسة فيه صعبة يعطيكم ألف عافية شوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء